نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الختامي لموسم السباقات 2021-2022 وقد أقيم السباق على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وكأس نجلة سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة وكؤوس شركة وكأس استيسي البحرين الذهبي وكأس الملاك وكأس الروضة وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالسخير وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي شارك الراعي الستيسي للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل هذا واجتمل السباق على ثمانية أشواط وتم تتويج الفائزين بالكؤوس حيث قام سمو الشيخ عيسى بن فيصل براشد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ فيصل براشد آل خليفة إلى المضمر الفائز ألين سميث كما قدم كأس سموه إلى هادي إبراهيم العفو فيما قدم الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس للشؤون الحكومية بشركة استيسي كأس البحرين الذهبي إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كما قام السيد أحمد الجودر نائب رئيس الشؤون المالية بشركة استيسي بتقديم كأس الشوط الثالث إلى محمد خالد عبد الرحيم وكأس الشوط الخامس استيسي إلى الملك الفائز إبراهيم العفو فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى هادي إبراهيم العفو كما قدم كأس الملاك إلى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس فيما قامت السيدة الويس مسؤولية الجياد العربية بالإستابلات الملكية بتقديم كأس الروضة إلى المدمر الفائز عبدالله كويتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر